استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالعاصمة عدن رئيس اتحاد وكالات الأنباء الدولية رئيس وكالة الأنباء البلغارية كيريل فلتاشيف وبارك رئيس الوزراء اتفاقية الشراكة الموقعة بين وكالة أنباء اليمنية ثابا والوكالة البلغارية لتبادل الأخبار والمواد الصحفية والتعاون المشترك وتبادل القبرات والدور المعول عليها في رفع مستوى التعاون والتنسيق الإعلامي والصحفي بين البلدين فيما عبر رئيس الوزراء عن تطلعه في أن تسمى اتفاقية الشراكة مع وكالة الأنباء اليمنية في نقل الصورة الحقيقية لليمن وما تمتاز به من طبيعة جدابة وتجيع للسياحة الأوروبية ترجمة نانسي قنقر